بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المشاهدين أحبائي التلاميذ درسنا لهذا اليوم هو في مادة العلوم للصف الأول الابتدائي للتربية الخاصة انتبهوا ما مهسعدنا إحنا العلوم عدكم موجود تحت أنظاركم حاولوا أنه تفتحون الصفحة تفتحون الصفحة على هذه على 39 عندنا درسنا لهذا اليوم هو بعد انتهاء دوام المدرسة بعد انتهاء دوام المدرسة تبهوا هاي الصفحة قدامكم بالكتاب مالتكم وهس أنا همية رح أحكيكم عنه بعد ما تنتهون من المدرسة شن الأشياء اللي لازم نعملها لأن إحنا بصراحة المدرسة أخذت من عندنا نص تقريبا نص النهار لأن احتمال كملتو خمس دروس احتمال كملتو ستة أو بعض من المدارس سبع دروس فتكون دوام طويل فبعد ما ننتهي من المدرسة شن الأشياء اللي يجب أنه نعملها انتبهوا هنا هسه شوفوها هسه رح أراويكم إياها على الصفورة هذي تشوفوها عند انتهاء دوام المدرسة أول عمل بعد ما نسويه هو أن نظم جناطنا الحقيبة مالتنا أن نظمها شنو؟ أنتبه على الكتب مالتي أنتبه على دفاتري هل هي موجودة في الحقيبة؟ على قلمي مساحتي مقطعتي الأشياء المستلزمات مالتي كلها أنتبه عليها الموجودة في داخل الحقيبة مالتي هل أكون أشياء موجودة على الرحلة؟ أو داخل الرحلة احتمال أكون ناسيها؟ أو احتمال واقعة بالقاع؟ واني ما منتبه عليها هم أنتبه أنه يكون أكو فد ورقة واقعة قلنا مثل ما قلنا في دروسنا السابقة أنه لازم نتعاون ويه العاملة الموجودة بالمدرسة فإنه إذا كون أكو فد ورقة بالقاع أو فد مقطع القلم الموجود احتمال وقاع لأنك ما تقط بالقاع ما يصير إحنا نقوط دائما في مكان معين ونذبه بعدين في السلة المهملات فهذه الأشياء كلها من أسويها أنتبه عليها راح أحمل حقيبتي وراح أنزل أو أطلع من المدرسة بعض من المدارس أكو بها سلالم سلم يعني إحنا نسميه درج إحنا نسميه درج بعض من المدارس من كلها احتمالي وإحتمال أكو بها درج أول حاجة لازم نسويها أنه ننزل على السلم بنظام أولا ننزل من السلم بنظام التدافع عند النزول التدافع عند النزول التدافع عند النزول على السلم شنو يعرضك إلى الخطر يعرضنا للخطر يعرضنا للخطر التدافع عند النزول على السلم التدافع عند النزول على السلم يعرضنا للخطر أنتبهوا أباما شوفوا من ننزل شوفوا شكذا حلو دا ينزل هذا التلميذ واحد وراء الله مو نتدافع نتدافع لأن أنتوا خلال النهار تعبانين خلال ما أنتوا بالمدرسة تعبتوا لأن دخلتوا دروس ودعبتوا رياضة ودخلتوا مكتبة ودخلتوا مرسم هذا كله تعبتوا بي فخلال ما أنزل أنا من الدرج المفروض أنزل بكل هدوء أنزل بكل هدوء ما أدفع صديقي ليش لأن من أدفعه وين رح يصير وجهه على القاع ش رح يصير به رح يشوه وجهه احتمال سنونة تتكسر احتمال أنه يطلع الدم من وجهه راسي ينكسر يتفش يعني هواي أشياء خطرة ليش أنا يعني أحصل أذية وخلي أصدقائي وزملائي يتعرضون للأذية أيضا فهذه هاي من أهم الأشياء خصوصا من الطلعون من المدرسة من نطلع من المدرسة إلى أن نروح للبيت احنا بكل نظام وبكل هدوء ما أتدافع هاي أهم نقطة ما أتدافع مع زملائي مو أنا يعني أهم شايفين احنا بعض من التلاميذ الوكحين الشرسين ما يصير أنه يدفع صديقه في سبيل أنه هو يطلع قبل الكل هو وقت وأول وتالي أنت رح توصل بيتك ورح توصل ورح ترتاح وتقعد وتغسل هاي كل هاي رح تصي فرق دقيقة أو دقيقتين ما رح تأثر عليك هاي النقطة الأولى التدافع ثانيا عدنا الامساك 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 بشنو بحاجز بحاجز السلم بحاجز السلم هذا يقينة هذا يقينة يقينة من الحوادث يقينة الحوادث الامساك بحاجز السلم يقينة الحوادث شوفوا ماما خلال ما نزلوا بكل هدوء إضافة لأن شوفوا مش قد أكو فرق وش قد هادئين على كيفهم مع ذلك لازمين الحاجز من التسلم لازمي لأن كلش مهم كلش مهم باعوها لازم يلزم الحاجز من التسلم لأن حتى أخاف يكون دايخ تعبان رجلية تفليت حتى على الأقل هذا لازم ما يخليه أنه يوقع من على الدرج وتدرون وقعت الدرج تأدي إلى حادثة أو فشغلات تأذي وخطرة أما احتمال راسة يتأذي عيونة خشمة أسنان فأني ليش أعرض نفسي لهذه الأشياء ألزم الحاجز وبنفس الوقت أنزلي بكل هدوء ما أتدافع هذه حاجتين مهمة إذا كانت في المدرسة درج ومن أنزل الدرج الشغلة الثالثة اللي هو نركب الحافلة ثالثا ثالثا نركب الحافلة اللي هي إحنا قلنا شنو الحافلة اللي هو الباص بنظام نركب الحافلة بنظام من أركب الحافلة انتبهوا باعوها بالصورة شوفوا الصورة ماما شون داي يركبون بنظام إنه واحد ورا الثاني مو أركب واحد وأريد أصعداني قبل شلون لازم أدفعه وأصعد ما يصير ما يصير أمي هذا ما يصير خطأ إنه من أصعد أصعد أخلي زميلي وراي قدامي أصعد أصعداني وراه ماكو أشكال وكلكم راح يصعدون بنفس الوقت يعني ما راح يتحرك الباص إذا مو كلكم صعدين كلكم صعدون وتملؤوا للباص وكل الأعداد الليكون موجودة فكل من يقعد بعدين على مقعده كل من يقعد على المقعد مالتو ماكو أشكال يعني ومثل ما قلنا بدروسنا السابقة إنه الشيء الصحيح إنه من ورا الجلوس إنه ما يصير خلال مسير الحافلة إنه نوقف ما يصير الوقوف خلال ما تمشي الحافلة لأن احتمال يعني يوقف مفجأة وهذا يؤدي إلى إنه نندفع نحو زجاج السيارة أو مثلا نندفع نوقع بالقاع فهذه نفس شي نفس الترتيب مثل الدرج هم فما يصير أما هم من نصعد بهدوء وبنفس الوقت بنظام ونقعد ما نوقف بالحافلة هذه الأشياء اللي مفروض إحنا بعد ما ننتهي من دوام المدرسة نعملها راح وين نروح راح نروح وين إلى البيت هذه إذا طبعا إذا كانت بالحافلة وإذا كانت مشي فأني مثل ما فهمتكم وين نمشي نمشي على الرصيف وإذا مثلا سيارة سيارة بابا ينتظرنا احتمال بسيارة والدنا ومنين قلنا نصعد من الباب اللي تكون قريبة على الرصيف هاي الأشياء سويناها وصلنا وصلنا منزلنا وصلنا بيتنا وصلنا بيتنا بالصفحة اللي بعدها انتبهوا ماما شوفوا هاي الصفحة اللي بعدها صفحة أربعين قلبوها على صفحة أربعين هتشوفون هنا وصلت هذي البنية الحلوة من المدرسة من استقبلتها استقبلتها ماما استقبلتها ماما أمي تستقبلني عند عودتي إلى البيت أمي تستقبلني عند عودتي إلى البيت أما ماما تستقبلة أو أختي الكبيرة أو احتمال والدي يعني حسب ما الموجودين بالبيت واحتمال أيضا ماكو أحد يكون مثلا كلهم بالدوام أعرف الشون لازم من أطب البيت أحاول أنه أعرف شون أصرف خلال دخولي إلى البيت إلى منزلكم أول شي بعد ما دخلت المنزل أول عملية أروح عليها أنه أخلع ملابس المدرسة أخلع ملابس المدرسة شلون أخلع ملابس المدرسة هسا أشياء هاي رح نحكي عنها أولا تتبه عليها ماما أمسح هذه هنا أولا أهمية العودة إلى البيت بعد المدرسة بعد المدرسة بعد ما أنتهي أعود إلى البيت بعد المدرسة مباشرة هاي نقطة مهمة وأروح ألعب يعني أشتري من عنده ميصر أرجع حتى لأن ماما تنتظرني رح تعرف وقتها وقتي إش وقت أوصل آني البيت من أتأخر رح يضل بالها وراح تقلق علي أكثر وراح احتمال يعني يعني تتأذى وتطلع علي وتدور علي أنا ما إلي شغلة بهاي الأشياء فأول طريقة أنه من أرجع من المدرسة أرجع للبيت مباشرة مباشرة لا أزرق على صديقي أروح ألعب ويا ولا أروح للمدرسة للأسواق ولا أروح على حديقة واستغلها ألعب ولا ألعب بالشارع يا أصدقائي والله أني ده أخذ لي شوية طوبة حتى ألعب ويا وبعدين أرجع أروح للبيت لا هذا كل شيء يعني خلصت نص نهاري بالمدرسة أكون تعبان فالأفضل أنه أرجع إلى المنزل بعد ما رجعني هنا ثانيا تبهوا ماما ثانيا أهمية أهمية المحافظة على نظافة على نظافة شنو؟ نظافة ملابس المدرسة ملابس المدرسة النقطة الثانية أنه شوفوا هنا على أهمية المحافظة على نظافة ملابس للمدرسة أنا من رحت للمدرسة لبست ملابسي نظيفة مكوية مخسولة نظيفة القميصة بيض حلو الصدرية النيلي أو شوفوا يعني حسب زيكم هو شن هو مخسول ومكوي وكل وين رايح ورايح أنت للمدرسة فشي مرتب وحلو من خلال ما بالدوامي بالمدرسة ما أحاول أنه أعبث بهدومي بملابسي لو أحط القلم على ملابسي وشخبط عليها أو بالتباشير أو أتمرغل بالقاع هذه كلها أشياء توصخ ملابسي وهي شغلة غير لائقة وغير صحيحة فأحافظ على ملابسي إضافة إلى من أنزعها رح أنزعها إذا أكفت شي وصخ من التراب نتيجة فتشغلة طارئة صارت يعني بدون قصد أنا احتمال أنزعها وأذبها بالحمام تغسل ليها ماما إضافة إلى أنه من أنزع احتمال بعض من التلاميذ ما يعرفون أنه الدقمة مثلا يفتحوها أو صعبة أكفة سحاب أو فتشي رح من يساعدني بخلع ملابسي هي ماما هي اللي رح يساعدني في نزع الملابس خلع ملابس المدرسة إضافة لأنه رح أتعلم أنا مو أعتمد أضل أعتمد على ماما تخلع لي ملابسي هي لا رح أتعلم من عندها أتعلم من عندها إنه شون تنزعني ملابسي قلنا مو فقط القميص والبنطرون أو قميص والصدرية أيضا الجواريب والحذاء واللي يفضل أنه الجواريب دائما من أنزعها أروح على المخسلة أخسلها بإدية ما أحاول حتى أعتمد على ماما شوية صابون أو شوية تاعت وصيب أخسلها وأفركها رح تكون نظيفة ثاني يوم تكون نظيفة وأقدر ألبسها ما أحاول ألبسها مرتيان ثلاثة بنفس الجارب لأن هذا السبب روائح غير طيبة نتبه هنا أمي تساعدني رقم ثلاثة أمي لأن هي منو اللي تساعدك في خلع ملابسك أمي تساعدني شوفوا الماما قد تتعبويانا أمي تساعدني في خلع ملابس ملابس المدرسة فلازم بعد ما ماما تساعدني في خلع ملابس المدرسة يجب أنه أعيدها وين مو أشمرها وين ما كان لا أعيدها في مكانها المخصص يعني تعليقها حتى أقدر ألبسها ثاني يوم لأنه إذا تكون نظيفة وإذا تكون وصخة لا لازم تنغسل يلا تروح للمدرسة لأنه لازم يكون مظهرك نظيف ومرتب لذهابك للمدرسة في اليوم التالي أنا رابعا انتبهوا ماما إحنا مو أول ما نطب البيت شنسوي من ندخل المنزل شنسوي أنا ألقي التحية التحية اللي هي شنية التحية هي السلام التحية على والدي أو والدتي ووالدتي عند عودتي إلى البيت عند عودتي إلى البيت هذه المفروض أول ما أول ما نوصل للمنزل مثل ما هنا أنا هذه البند أول ما دخلت واستقبلتها الماما هي لازم شن تسلم عليها تلقي التحية مو نطب هاي نركض هي شي لا ما يصر عيب مو من الأصول ولا فتشي لائق المفروض من تنزل أو يعني توصل الماما أو توصل للمنزل تسلم عليها تلقي التحية شن هي التحية التحية هي السلام عليكم التحية السلام عليكم هذي مذكورة في القرآن ومذكورة أيضاً احنا بالحالة الاجتماعية من ندخل منزل المفروض نسلم ونلقي التحية بعدين ندخل غرفتنا ونخلع ملابسنا لأنهم هنا نذاكريها المفروض هي أول حاجة نعملها أنه نلقي التحية بعدين بعد ما نخلع ملابسنا المفروض نغسل نغسل ادينا بالماء والصابون لأن هذه فالعملية مهمة بعد ما نغسل ملابسنا عفوا نغسل ادينا بالماء والصابون احنا يلا نبدي نتهية لتناول الطعام فهنا ندنا مثل ما قلنا بعد انتهاءنا من المدرسة رح أعيد لكم في شكل مختصر حتى لا تنسون الأشياء المهمة اللي يجب أنه نمارسها يوميا فهذه رح تعودكم على أشياء هواية في حياتكم اليومية منها أول شيء وتعليكم عن نظام طبعا أنه ننزل من سلالم المدرسة إذا أكو كان سلم بالمدرسة أنزل بكل هدوء ونظام أنزل بكل هدوء ونظام نتبهوا باعوا مثل ماما هاي مثل ما قلناها ننزل على السلم بنظام وبهدوء وواحد بعد الثاني يعني عدنا الشغلة الثانية أنه ألزم حاجز السلم حتى يقينا من الحوادث أو يقينا من الخطر اللي يصير علينا إذا صار تدافع أو شيء وقلنا إحنا هو أساسا لازم ننزل بالنظام بنفس الوقت إحنا نلزم الحاجز ما تل درج لأن يكون دايخ تعبان رجلية اللوي على غفلة هذه أشياء كلش مهمة نلزمها عدنا نركب الحافلة إذا كانت أكو حافلة تنتظرنا نركبها أيضا بهدوء ونظام وإذا أكو كانت سيارة والدك أو سيارة والدتك فنحاول نصعد منها من باب القريب على الرصيف مو من جهة الشارع لأن الشارع السيارة تكون سيارات ماشية بي بعدين نركب قلنا هاي نقعد نجلس على مقاعدنا في الباص وحتي ونوقف خلال مسير الحافلة عندما نصل إلى المنزل نلقي التحية على من والدتنا أو والدنا لأن هم اللي يستقبلون خلال أول ما يستقبلوك أما والدتك أو أحد من الموجودين الأسرة الموجودة بالبيت فاحتمال يعني مو والدتك فهي المهم أنه قبل من تستقبلك أنت تلقي التحية تلقي التحية على الموجودين بالمنزل بعدها ندخل الغرفنا نخلع ملابسنا نخلع ملابسنا إذا كانت نظيفة قلنا نرجعها في مكانها المخصص للملابس وإذا كانت وصخة تروح في مكان الخاص للغسل وإذا كانت نلبس ملابس بعدها نلبس الملابس البيت وعندنا بالنسبة إذا كانت قلنا الجواري بأهم نقطة والحذاء هذا لازم نأكد على نظافته لأن هذا يسبب رواعح كريهة بعدين هنا بعد ما نخلع ملابسنا رح نلبس ملابس البيت وملابس البيت أيضا هتكون نظيفة بعدها أنا أروح أغسل أغسل إيدي بالماء والصابون وكل مهم نغسل إيدينا لأن لزمنا هواية أشياء خلال ماء بالمدرسة وخلال طريقنا فهذا أهم نقطة أنه بعد ما نغسل إيدينا بالماء والصابون هذا النهار اللي نصر قضيناه بالمدرسة رح نجي نخلص بقية النهار وين بالمنزل المفروض نعرف شن الأشياء المفروض اللي نسويها بالبيت شنية الأشياء اللي نسويها بالبيت بعد ما غسلنا إيدينا وجهنا بالصابون ونظفنا ولبسنا ملابسنا مالة البيت نرتاح شوية نرتاح شوية إلى أن ماما تحضرنا الأكل ورما أكلنا وخلصنا وشبعنا الحمد ونقول الحمد الله والشكر أما ترتاحون فترة قصيرة من الزمن مثلا تكون نعسان تعبان ما تقدر تمارس تكمل واجباتك يعني المدرسية نام ماكو شكال نام لك ساعة نص ساعة يعني أنام بيها بعدها شا سوي بعدها التفت المدى يعني الواجباتي المدرسي لأن أنا متأكد المعلم أنطدكم واجب أنا أحاول أنه أقرأ الدروس اللي قريتها بالمدرسة مرة رح أراجعها وأقراها بالبيت رح يعني شون أتقوى بيها ما رح أنساها ما تروح من بالي فأحاول أنه أقرأ الدرس اللي كل درس درستني المعلمة أقرأ وشني الواجب اللي انططني المعلمة أحاول أنه أقرأ ودرسه حتى ثاني يوم من أروح للمدرسة المعلمة مت تشوفني يعني وشطر وتطيني درجة مضبوطة طبعا الواجب كلش مهم بالنسبة للتلميذ بعد ما يرجع من المدرسة كنة وورا ما يرتاح وورا ما يأكل وورا ما يغير ملابسه يحاول أنه أول شي ينظم وقته تنظيم الوقت ماما كلش مهم حتى لو أنتو صغار وحتى لو أنتو هستوكم بالمدرسة نظموا وقتكم ورما نمتوا وخلصتوا حذروا جدولكم شنو واجباتكم شنو جدولكم الجدول مالتكم عدكم خمس دروس هذه الخمس دروس أبدي أن أتظمها هذا الدرس أطلع درس درس أقعد أقرأ درس القراءة أطلع شنو الدرس القراءة شطتكم المعلمة اذكروا المعلمة يقل لكم مثلا اقروا هذا الدرس وإذا ما تعرف حاول أنه تسأل ماما حاول أنه تسأل أختك أخوك حتى يساعدوك بنفس الوقت أنا أحاول أنه أكتب خلي ماما تساعدني وهذه أيضا عزيزة الأم يعني هذا فتشي مهم أنه تساعدين التلميذ في بداية حياة الدراسية في خصوصا صف الأول الابتدائي لأنه أساس الدراسة بشكل مستمر لأنه تعليمها على الحروف وتدريبهم على الأرقام فهو فتشي جديد عليه يعني بحياته اليومية فدور الأم هذا كلش مهم أنه تساعد منها في هذا بهذه السنة بالذات لأنه مثلا احتمال مسكة القلم ما يعرفها احتمال ما يدبر أنه وين يكتب الكلمة هتكون أو الحرف وين يكتب هيكون يكتب مثلا طريقة كتاب تعالسطر حتى إذا كانت الأم جاهلة أو ما تعرف والحمد لله يعني ما بقى أحد بهاليوم ما يعرف يقرأ ويكتب فالمفروض أنه يساعد أحد حتى إذا هي الأم ما تعرف أحد من أقرب أخو أخت تكون مكملة مدرسة أكثر فهذه مهمة أنه تدرب على مسكة قلم على كيفية مسح الدفتر عن كيفية الاعتناء بالكتب والدفاتر الموجودة بالجان طمالته حتى حقيبته شلون يهتم بيها فهذه كلش مهمة الأم التابع أشياء المخصصة للتلميذ خصوصا في بداية حياة الدراسية وإذا أهم بنفس الوقت تسأله هل هو يعاني من مشكلة معينة يعاني مثلا من زميل يعاني من أشياء مثلا مدى يعرف لها حتى يتجنبها حتى تتجنب هذه الأشياء وحتى ابنها لا يضوج من المدرسة بنفس الوقت الأم لازم تتابع ولدها داخل البيت وخارج البيت أي أيضا يعني قصدي أنه بالمدرسة التابعة فيه بشكل مستمر في المدرسة كل فترة تروح تسأل عن مستوى تسأل عن وضعه أنه يعاني من مشكلة احتمال أنه مثلا متلاحظها بالبيت بس هي عندها مشكلة مثلا بالمدرسة فهذه الشغلة كلش مهمة من نسبة للمتابعته وإضافة إلى أنه تعلم هذه الأشياء اللي هس حشيناها اليوم بعد ما ينتهي دوام المدرسة والأسلوب هذه إضافة إلى الأم هي مسؤولية المعلمة مسؤولية المعلمة أيضا فهذه الشراكة اللي يصير بين المدرسة والبيت هاي الشراكة مهمة بين المدرسة والبيت لأنه بهذه حالة يتعلم مهارات اليومية بالشكل الصحيح والشكل المنظم وهذا مني رح ينشأ بشكل صحيح رح بنفس الوقت رح المستقبل يصير أفضل وهذا مني تكون الحمد الله طلابنا وتلاميذنا كلهم يصيرون رح يؤدي لها تطور البلد وتحسين مستقبلنا فهذه الأشياء اللي قلناها كلها مهمة بالنسبة للتلاميذ لإنشاؤهم نشأة صحيحة ومستقبل أفضل فهذه عزيزة الأوم وولي أمر التلميذ هذه من الأشياء المهمة وحتى المعلمة هاي من الأشياء المهمة تدريبهم وتعليمهم على ممارسة حياتهم وكيفية تطبيق هذه الأمور داخل المدرسة وداخل البيت فهناك بعض الأشياء أهمية لازم أنبه بعض التلاميذ أنه خلال ما يرجع للبيت يكون أخاف أحد يعني يحكي إياهم بأشياء مو صحيحة لازم يبلغ والدته أو والده أو حتى معلمته إذا ما يقدر أو يخاف أو يستحي من معلمته يخبر أهله وإذا يخاف يخبر أهله يخبر أحد من أصدقاء أو بالنسبة للتلاميذ الوقتية إلى هنا ننتهي على درس اليوم وإلى اللقاء في درس آخر مع شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر